اتحدت الدول الصليبية مع الامبراطورية البيزانطية فقرر عموري والقائد البيزانطي كونتو ستيفانوس بشن هجوما على مصر بدعم من البابا اسكندر الثالث وستكون اول نقطة لبداية الحملات هي مدينة ديمياغ لانها بوابة مصر لحملاتهم المقبلة وعلى صلاح الدين الان مهمة عصيرة فهل ستنجح هذه الحملة؟ بعد سقوط مصر في ايات الزنكيين بعث الملك عموري رسله لارسال حملة صليبية جديدة شارحا خطورة الامر وتغير ميزان القوى في المنطقة كما رأينا بالضبط في الحلقة السابقة كيف نجح ملك نور الدين الزنكي من توالي مناصب في الدولة الفاطمية تحت اشراف اسد الدين الشيراكوه وصلاح الدين الايوبي وهدم طموح الصليبيين الاستلاء على مصر بعدما راسل عموري استجاب البابا اسكندر الثالث وبعث رسائل الى ملوك اوروبا لكنها لم تجدي اذانا ساغية في حين نجح رسول المرسل الى القسطنطينية بسبب ادراك الامبراطور عمانويل كومانينوس اختلال توازن القوى في المنطقة فعرض التعاون مع الدول الصليبية ومنحهم الاسطول البيزانطي مع حملة عموري الاول الذي وجد الفرصة المناسبة بسبب اشغال الملك نور الدين الزنكي في مشاكله الداخلية بالاضافة الى وفاة اسد الدين الشيراكوه وتعيون صلاح الدين خلافا له والذي كان الملك عموري يراه شخصا غير محنك بعد ضبط الحملة وخطة الحسار صار عموري على طول ساحل البحر الابيض المتوسط مما قد جمع القائد كونتوستيفانوس اساطيلا بحرية ضخمة لغزو ميناء دمياط لدخولهم الى مصر توقع صلاح الدين هجوما من الصليبيين لكن ليست بهذه الطريقة كان يعتقد ان غزو الصليبيين سيكون عبر شبه جزيرة سيناء ولم يتوقع ان يأتي من البحر فعندما علم صلاح الدين ان هناك اسطولا بحريا ضخما في طريقه الى مصر كان عليه الان اجاد طريقة لتأخير الغزو فرأى الامر انه سيستغرق بعد الوقت لارسال تعزيزات الى المدن الساحلية لذلك ارسل رسلا لاولياء المدن يطلب منهم اغلاق مداخل البحر حتى لا تدخل الاساطيل البحرية عبر الخط الدفاعي ورسلهم ايضا بان التعزيزات كانت في طريقهم وهذا ما تم بالفعل قرر صلاح الدين الخروج بقوات دفاعية مجهزة بالتمركز قرب بالمدينة ديمياض بقيادة خاله شهاب الدين محمود وابن اخيه تقي الدين عمر ولم يخرج هو بنفسه لردع هذه الحملة لان الوضع لا زال غير مستقرا في ظل الخلافة الفاطمية لكن رغم ظروف الدولة كان على خط الاتصال مع خاله وابن اخيه وفور تلقي الامر من رسل صلاح الدين عزز المدافعون دفاع المدن ورفعوا السلاسل الحديدية عبر فرع من الاسكندرية الى ميناء ديمياض لردع السفن من دخولها الى البلاد وصلت القوة الصليبية بقيادة عموري قبل الاسطول البيزنطي وتمركزت قرب مدينة ديمياض للمعسكرة هناك والشتاء قد غمر عليهم كانت القوة مكونة من المحاربين وخبراء مجندين على كيفية الهجوم على الحصون فرسوا الخيام ونشروا اسلحتهم لمهاجمة حصون المدافعين وصل الاسطول البيزنطي الذي كان يترأسه القائد كونتو ستيفانوس فدهش من مشهد الذي امام عينيه فغابت الحلول من ذهنه فهل سينجح له هذا الحصار في ظل هذه العواصف هذا بالضبط ما توقعه صلاح الدين ادرك ان الصليبيون لا يستطيعون الاستلاء على المدينة بسهولة التي كانوا يظنونها لانه عمل على تحصين المدن المصرية بشكل منيع ومركز ويعلم ايضا ان مصر بحطة انظار الطامعين بطرواتها لذلك استغلها صلاح الدين في هذا الامر عندما علم الملك عموري بان الاسطول لم يتمكن من مهاجمة المدينة اخذ قواته وبدأ يهاجم الحصون ليدخلها لكن المدافعين المدينة استطاعوا الدفاع عن موجة هجوم الصليبي تلو الآخر ارسل صلاح الدين رسالة الى نور الدين زنكي يشكو ما هم فيه من مخافة وحسبان فقال له ان تأخرت عن دمياط من لكها الافرنج وان توجهت اليها خلفني المصريون في اهلها بالشر وخرجوا من طاعتي والان ساروا في اثري والافرنج امامي فلا يبقى لنا بقية وقال نور الدين في ذلك اني لا استحي من الله ان ابتسم والمسلمون محاصرون بالافرنج فسار نور الدين الى الامارات الصليبية في بلاد الشام وقام بشن غارات على حصون الصليبيين ليخفف الضغط عن مصر بعد هدنة اقامها الصليبيون لاسترجاع انفاسهم قام المدافعون بالهجوم على قوات عموري لارهاق خطوطهم الامامية كان البحر هائجا في ظل هذا الجو العاصف مما اقتربت السفن من بعضها وظل الحصار هكذا بعد اسابيعا من محاولة الفاشلة لاستلاء على دمياط بدأ الصليبيون في نفاذ المواد الغدائية والامدادات الاخرى من سلاح وجنود وفي احدى المرات ارسل المدافعون عبوات النار الى قرب الاسطول البزنطي وفور وصولها الى الاسطول انفجرت عبوات مخزنة داخل السفن الحربية مما تسببت في ذخامة الانفجار تم تدمير عدة سفن حربية بالكامل وتضررت عدة سفن اخرى لا يمكن اصلاحها وهذا شجع المدافعون للخروج الى قوات الصليبية لمهاجمتهم فاحتشد المدافعون ايضا خارج اسوار المدينة هاجموا ودمروا الى 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 الحصار التي كانت تقصف اسوار المدينة واحرقوها خطتهم لشن هجوم سريع ومفاجئ على مصر قد فشلت تماما لن يكون هناك طريق الان لمواصلة الغزو دون تكبد خسائر فادحة فجمع عموري قوته وقرر المغادرة على الرغم من ان حصار دميات لم يكن شديدا مثل الغارات الاخرى من قبل الصليبيين فكان هذا في الواقع ضربة قوية لمعنويات الصليبيين كان فشل الحصار له تأثير كبير على مملكة بيت المقدس التي تغير حالها من الهجوم الى الدفاع واثبت هذا الانتصار قيادة صلاح الدين المقتدرة فتوجه الى مدينة دميات واستغل الوقت الكافي لتقوية مصر وتحسن اقتصادها فاصبح جيش صلاح الدين الاكبر والاقوى في دفاعات عن المدن المصرية ورغم انانية الاعداء واعتبار صلاح الدين غير محنك فهذه الحملة عززت هيبة صلاح الدين بقوة فاصبحت القوى الطامعة تضرب له الف حساب بعد ايام اصيب الخليفة الفاطمي بمرض خطير فلم يكن لديه خليفة معين للدولة فكان ثاني اقوى شخص في البلاد واكثر ملاءمة هو صلاح الدين فكان تحت ضغط سياسي هائل من قبل نور الدين بالهيمنة السنية وبعد ايام قليلة توفي الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله سنة خمسمائة ستة وستين هجرية واتيحت الفرصة الان لصلاح الدين بتأسيس سلالته الخاصة فاصبح صلاح الدين الحاكم الفعلي في مصر ليس لاحد فيها كلمة سوى وبهذا زالت الدولة الفاطمية تماما بعد ان استمرت قرابة قرنين ونص وانشأت مكانها الدولة الايوبية اخذ صلاح الدين يقوي مركزه في مصر بعد زوال الدولة الفاطمية ويسعى من اجل استقلال بها فعمل على كسب محبة المصريين واسند مناصب الدولة الى انصاره واقرباءه ازال اصول المذهب الشيعي الاسماعلي وابطل الاذان الشيعي بالاذان السني وامر بان يذكر في خطبة الجمعة خلفاء الراشدون جميعا ووقف شتم الصحابة اجمعين ونقل اسرته ووالده نجم الدين اليها ليكون له اعوانا مخلصين واسس مجلس الشورى يضم اهله واعوانه تخوف نور الدين الزنكين من تزايد القوة التابعة لصلاح الدين كانت العلاقة بينهما على فتور اصلا منذ ان تولى صلاح الدين الحكم في مصر فبدأ هذا التوتر عندما تأخر صلاح الدين في الخطبة للخليفة العباسي المستضيء بالله في بغداد حتى توعده نور الدين بالمسير اليه في نفس السنة الهجرية خمسمائة ستة وستين قرر صلاح الدين الهجوم على قلعتي الكاريك وشوبيك في صحراء النقب بعد ان كانت تحت سيطرة الصليبيين ونقطتين مهمتين للعبور قوافل الى شبه الجزيرة العربية وقرر تأمينهما فكان حصارهما منيعا جدا فبعد ان استولى على قلعة شوبيك ذهب الى الكارك وعلم نور الدين بهذا فارسل بضعة جنود ليوقفه عن سيطرته فرجع صلاح الدين قبل ان يلتقي بنور الدين خوفا من ان يعزله الاخير عن مصر وان تؤدي السيطرة الى القلعتين الى فتح طريق امام نور الدين الى القاهرة فانسحب صلاح الدين متذرعا بالاوضاع الخطيرة فعند وصوله الى القاهرة جمع مقربيه في ديوان وشاورهم بالامر قال ابن اخيه كان ابن اخيه تقي الدين مصر على توسع اراضي صلاح الدين في الغرب ويسابق المواحدين الذين كانوا يحكمون بلاد المغرب ومصرون ايضا لضم تلك الاراضي فقرر صلاح الدين في مجلسه بتوسعة اراضيه وتأمينها فصارت حملة بقيادة ابن اخيه تقي الدين ضمت الاراضي برقة وصولا الى طرابلس وقابس وبعد هذا سيفاجئ صلاح الدين مشاوريه بحملة ثانية غير متوقعة وهي غزو الحجاز وضم اليمن للدولة الايوبية كانت اليمن انذاك دولة شيعية يحكمها عبد النبي ابن المهدي الذي استولى على تلك الاراضي بالنهب والاضطهاد فصاروا يشتكون الى الخليفة العباسي من قهره والاضطهاده فقرر صلاح الدين المسير بنصف جيشه الى هناك بقيادة اخاه تورانشا حتى اضحت اليمن خاضعة لحكمه في عام 569 هجرية بدأ نور الدين في اعداد جيشه لغزو مصر وبدأ صلاح الدين الاستعدادات للدفاع عنها ولكن اثناء الاعداد توفي نور الدين بعد ايام قليلة فقط فكان خليفة من بعده ابنه صالح اسماعيل يبلغ من العمر 11 عاما فقط وفاة نور الدين احزنت صلاح الدين لانه كان بطل طفولته في احد الايام ذهب صلاح الدين الى شرفة مسكنه وهو يتطلع نحو الافق رأى الامداد الشاسع لدولته شعر بارتياح الى حد ما فكان امامه خيار حاسم وهو ان يدخل دمشق ويسيطر عليها ويتولى شؤون البلاد بنفسه ويحضرها لقتال الصليبيين غير انه تردد في هذا الخيار سينظر اليه انه قد شق عسى الطاعة ونكر المعروف اختلفت الاحوال بالشام فنقل صالح اسماعيل من دمشق الى حلب مع سعد الدين كومشتكين واصيا عليه حتى يبلغ اشده بعد ان كان ابن عمه شمس الدين ابن المقدم معهودا به طمع كومشتكين بالتقرب من الامير وتوسيع رقعة نفوذه فهذه الاوضاع خربت افكار شمس الدين ابن عم الملك الصغير فارسل رسالة يستنجد بها لصلاح الدين فقام صلاح الدين بكتابة رسالة طويلة مفصلة حول انجازته وتقرير بلاده وانه الشخص الملائم لتولي مصالح الملك الصغير وانه قارث الحقيقي لمملكة نور الدين زنكي وارسلها الى الخليفة العباسي المستضيء بالله وبعد هذا تجهز صلاح الدين من مصر في جيش مكتف وترك بها من يحفظها وقصد دمشق فصار ببطء شديد يتفحص ويتأكد من كل مكان ويؤمنه كانت مدن الشام الداخلية باتت مستقلة عن اي تبعية حكم الزنكيين بعد وفاة نور الدين ولهذا قرر صلاح الدين ضم بلاد الشام الى الدولة الايوبية ويوحد المسلمين تحت راية واحدة وسيبدأ من دمشق عاصمة السلالة الزنكية وصل صلاح الدين الى دمشق واستقبله اهلها بكل ترحاب ووض وتمكن من تملك دمشق دون اي قطرة دم ثم وصلت هذه الاخبار الى امراء حلب فصاروا يكتبون رسائل تهديد باسم السلطان الصغير فرسل صلاح الدين السلطان الصغير بانه جاء لاعانته في اموره ويوحد المسلمين تحت راية واحدة ويعلو على الصليبيين ويطرد الافرنج من الاراضي المقدسة فبعد اقتناع الاهالي دمشق بصلاح الدين استناب اخاه سيف الاسلام تغوتكين على دمشق قبل انطلاقه لضم باقي مدن الشام ثم توجه صلاح الدين نحو مدينة حمص مناعة اسوارها لم تمكنه من فتحها لذلك ول الحصار عليها في بضعة جنود ثم حول انظاره نحو حلب وهاجمها بعد ان رفض كمشتكين الخضوع له فحاصل صلاح الدين مدينة حلب اظلم الليل وعسكر جيش صلاح الدين هناك بينما كان صلاح الدين يناقش الخطط مع امرائه في خيمة خاصة وصلت اخبار الى صلاح الدين مؤخرا عن قيام الصليبيين بحملة بقيادة ريموند الثالث حاكم طرابلوس جمع قواته واراد الاغارة على حدود الاراضي تابعة لصلاح الدين في حمص ثم بعد ذلك بسويعات قليلة هرع شخص ما الى الخيمة في الظلام وكان يرتدي ثيابا سوداء وبيده خنجر حاد فوثب على صلاح الدين في محاولة طعنه كانت هذه اول مواجهة لصلاح الدين مع طائفة الحشاشين لماذا يترى حاول قتل صلاح الدين هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة انضم الينا لنكتشف كيف واجه صلاح الدين هذه العواقب وهل سيتمكن من رضع حملة ريموند الثالث على حمص لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة نحنكة ليصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة